أما هلأ رح ننتقل أنا وإياكم المشاهدين لزميلتي جاسي خوري اللي هالمرة رح يطل علينا بفقرة فتس ومع ضيفي جاسي هاي رولا كيف فيك اليوم؟ جودو أنت؟ تعليق على الفيديو اللي شفني بفقرة كينكتد رائع جدا سؤال هن صبيتين من سوريا تنينيتون؟ هن من سوريا وفي معهم بالتيم اللي عملوا كل هالعمال أشخاص من فلسطين من لبنان وحتى من العراق عمل بالفعل رائع وبأكد لك أثر علينا كلنا كلنا تمسمرنا أمام الشيشي حتى نحتروا اختيارك كتير حلو جاسي شو عندك اليوم بفات؟ اليوم بتعرفي الولد آنمل داي عم تحتفل بالعالم نهار عالمي للحيوان وفي معنى ضيفة من آنملز لبنان هي ممثلة اليوم للجمعية لاتخبرنا الجمعية شو عم تعمل اليوم بها المناسبة قبل ما اتركيك مع ضيفتي كنت تعرف علي يا جاسي بدي خبرك شغلي مهدومي ذكرتنا فيك اليوم الصبح بفقرة ابتو ديت أنا وتينا من الخبريات اللي قدمناهن للمشاهدين أنه بأميركا كلب تبرع بدم لبسينة حتى ينقذ حياته واو هاي خبرية حلوة أنا معي خبارة مع بالما هالحنية تنتقل للبشر عنا رح اتركيك مع هالمعلومات التي تبدي فكرتك شكرا رولا مشاهدينا مثل ما كنا عم نحكي هلأ في عنا اليوم ضيفة من آنملز لبنان وهي مايا نصار مايا نصار هي شخص عدو بجمعية آنملز لبنان واليوم عم يحتفلو بالورد آنمل داي رح نخبط لكم أكتر عن الورد آنمل داي مع مايا مايا رح نحكي معها بالإنجلش بس أكدتكم أنه رح نترجم كل شي عم بتقوله ماري جيسي ماري جيسي ماري جيسي ماري جيسي ماري جيسي عم يستعادل ونтакفت بانتغيف المالية للتعليق لك كما تكون رجالة سبب عميز لبانون نعم حسنا ونادي لبانا ترسالة لانا الخليل نعم رصانيا ومن المال يوجد ال بلاناci رصانيا نعم 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 ولكن قبل أن نبدأ عن لاباناة لباناق ماذا يفعلون؟ سأبت una قصة بواحدة لمنين لا يعرفين الذين لا يعتمون بهم شعرتهم لأيقب أنزالة إلى الباندون أنزالة إلى الباندون و هي جميع المكتب الأيض من الأنفاية في السلوات نعمل على استساعد المنزل والخشوات على مناسب تحتموى بحجانات تأتي بطternتناقذ أيضاً الكوهن، أصبحت عوزة وقدمهم رسودت أهلاً مليك ونحن هم ومساعدتهم إلى سنكتوريات أخرى ونعمل أيضاً لتغيير المعلومات ونجعلها إليغالي لإبوز الإنمال في لبانون لدينا نقوم بإبوز الإنمال ونحن نتوقع في 2011 ونحن نتوقع لإبوز الإنمال بإختصار كانت تقول مايا أنه جمعية تهتم بالرفق بالحيوان يهتموا خاصة بالحيوان يتعرض لإبوز أو يكون بحالة مش طبيعية والحيوانات المهددة بالإنقراض بلشوا بإنون في 2011 بعد ما تم إقراره إنما نطرين يثبت شوي الوضع بالبلاد ليتم إقرار هالإنون مايا, أريد أن أسألك أنت هي الإنمال التي يتعرض لإبوز الإنمال وإذا كانوا يريدون أن يساعدهم كيف يمكنهم أن يتعرضهم؟ كيف تحتاجهم؟ كيف يمكنهم أن يساعدك أن يساعدك لإنمالك؟ هناك الكثير من طريق أن يساعدهم أين مقصدنا؟ أين مقرموا بالإنمال لإنمال لإنقالنا لأنك تنسح مثل جديد أخذنا إلى بشخارج تحت سبيل عندما تستطيع أتواحه كثير من أن تتقدم وأنا سوية قطتنا إنه جدا جدا أمضحنا فرعا يجب أن تساعدهم على الإنمالصال لإنظام يمكننا إلى استطيع فسر يمكنهم لإنهم تتريب بالإنما حتى إنهإنتم مازالة إلقى ب suoجزء um people can also volunteer, which means that they can help in many different ways. If they do not want to work directly with animals they can help with in the other ways too such as volunteering with fundraising and graphic design and also donations as well we are funded basically with sponsorship and t kindness and generosity of other people Alright. لكل المشاهدين اللي بحبوا يساعدوا آنمالز لبانون في كزا طريقة منها تبني الحيوانات اللي موجودين بقلب الشلتر عند آنمالز لبانون من بسينات وكلب بالإضافة فيكون تكونوا متطوعين وتساعدون أو تعملوا فوسترينج أو تحطوا عندكم حيوان مؤقتاً لبين ما يلتقلوا بيت والطريقة الأخيرة أكيد هي إنكم تتبرعوا بالمساري نعم مايا حياتي أحدثنانا الآن عن مدينة الانمال ماهذا بحقه يلتقل إن نحط في البنان او تساعدنا في مينة الامن؟ إنه في حق المتظر جيدة إنه طرح كبير واضح عديد عشر تبدأ عن الأرتكبات من عشر ت phase الأول في 1931 إنه طريقة Thish bipolar وشعر بحوة علمين إنه طريقة تساعدين من دعوانات كل دعوان لعاء الناس ويجمع محبي الحيوانات التي لديهم نقاز واحدة وهو أن يساعدوا الحيوانات ونقاللهم أن المجتمع يكون صحيح وسالم كما يكون حيوانات في حيوانات وطبيعة ويجمع محبي الحيوانات في لبنان مايا إذا نريد أن نتحدث عن محبي الحيوانات التي ستفعلها لتعبير الحيوانات في مدينة حيوانات ما هي المنظمة؟ أعلم أنها اليوم، إنها مقرد كبير ما هي المنظمة؟ اليوم يبدأ في بيروت سوق، يبدأ في 4 أم محبيل، ومحبيل لأسفلاء والأطفال ومحبيلات، ومحبيلات نملكم الزرير الأشاب في بيروت نعم، نشكراً لإجراء حماية إلى صفات الناس وإن يوجد أن تكون هناك لديهم ونحن نشكل حيوانات في الآن يتوقفون هذه الحيوانات وسيكون هناك مدينة كثيراً، الكثيرات، سروعية، حيوانات بكثيراً كما ترغبون اكترات بافتراض محبيلات ومعاً مع أطفالك، ستكون لديك اشتركات المشاهدة أولاً يمكنك أن تتحرك ونأخذها والأولاً يمكنك أن تتحرك على المشاهدة المشاهدة التي ستصنعها، وهو مشاهدة المشاهدة لتشاهدة المشاهدة من المشاهدة ومعرفة نفسنا حسناً، كنت عم بتقول معي، مثل ما عم نشوف بالصور راح يكون الإيفنت اليوم ببيروت سوء على الساعة أربعة مشاركة مجانية، بس فيكن تنزلوا مع الإيفنت كتير حلو للولاد فيكن تاخدوا كمان الكلب معكم لتحت راح يكون فيه أشخاص مجموعين كلهم بحبوا الحيوانات راح يكون فيه صور مهدومة فيكن تاخدوها مع الكلب تابعكم فيه عندكم مثل ما عم نشوف هنا بالصورة والوراهن مكتوب عليه أنم الوالفير بتحطوا صوركم مع البت تابعكم على هيدا الحيط والصورة التانية فيكن تحتفظوا فيها الأجواء راح تكون حلوة، بتصور السابت بعد الظهر إنه سيكون مهدوم أن نذهب بركة معايلتنا أو الأطفال أو حتى البت ونستفيد أن نتعرف عالم مثلنا بشركوا زيت الباشن اللي هي الحبلة الحيوان مايا، إذا نريد أن نتحدث، لقد قمنات كلهم لتذهب وأنا أعتقد أنه سيكون مهدوم كلا، كنت كنت فيها فيه المنزل ومدرس ومشيئ وأنا لدينا الكثير من الأمور ومشيئين كثير من المنزلين ومشيئين يتتعرفون لهاتفاتهم أيضًا، مجموعة حتى نعم، لدينا الكثير من مدرسات يأتي اليوم ومشيئات أيضًا، لذلك يتوقع أنه سيكون جيدًا وأيضًا أنه سيكون مهدومًا فعلاً عم بتقول مايا رح يكون فيه أشخاص منحبون ومنعرفون المشاهير رح ينزلوا كمان مع حيواناتهم فإذا بتحبوا وتنزلوا وتتعرفوا عليهم كمان هيدي opportunity لأنكم تشوفون بي بيروت السوق اليوم مايا so going back to Animals Lebanon and the NGO Along the years like for the past five years what are the achievements that Animals Lebanon did so we can just share with the people that you have this cause you're working for it what did you achieve so far we've achieved many things along with saving thousands and thousands of life of lives as I mentioned we have our draft law which is currently pending approval from the government and this will make it illegal to abuse animals in Lebanon it will protect animals all over the country and at the same time we also rescued many endangered animals such as wildlife this year alone we rescued two hyenas a chimpanzee which was an endless struggle for eight years Charlie Charlie exactly and we got approval from the court of Lebanon which was the first time in the history of the country that this happened and we also rescue two tigers a family of baboons a lion so we a crocodile and the bay root river so we've accomplished so many things and I believe that in the future we're going to accomplish so much more nice عم بتقول مايا بالنسبة للقصص اللي حققتها الجامعية خلال السنين اللي قطعت هي كانت اكتر الاوقات بتختص بيئة الحيوانات المهددة بالانكيراد عم نحكي عن خلصوا تشيمبانزي مش من زماني اللي هو تشارلي وحكينا عنه بي بيتس بالاضافة لأخذ التمسيح الذي كانت بي بيروت اليوم في عندهم اتنين هيناز بالجمعية هالهيناز هنا هيناز هيناز بايبي هيناز موجودين وهلأ عم بيعملوا عم بيجمعوا المساري ليسفرون على سانكتشري او محميه تقدر تحميهن لانه بلبنان قتلت الام وبقيوا هالبي هيناز مع اناممالز لابنون بالاضافة لا اهتمامهم بكتير بسينات وكلب عم بيكونوا معزبين أو متروكين على الترقات وأكيد هول الحيوانات البتس اللي عم نحكي عنهم عم بتم تبنيهم من قبل عالم بدل ما يشتروا حيوان عم بروحوا بيتبنوا من عند آنمالز لبنون So Maia now, since when you are with آنمالز لبنون? Since the organization started, since the organization started. Yes, I recently joined as a board member, but I've always been volunteering and sponsoring and showing my support. Nice. Lana Khalil, our president, is an old family friend and I've known her for a long time. And do you have like, since you're a new board member, do you have like new plans, like something for the future? We launched a new membership program, which is only going, which means that the organization is going to grow bigger. We have more influential people joining our organization, so it's only going to get better, stronger, and save more lives. I'm going to tell Maia that it's a board member or a board member of the community in the community. And they're working to improve the environment and increase the environment and increase the environment for this community. Which is certainly not going to be able to stay away from those people who have a vision of the future and love this environment. لأنه مثل ما عطول نقول بباتس يمكن الوضع البلد تعبين والعالم عم بتكون ملهية بكتير قصص بركة بالنظر كتير من الأشخاص أهم من الحيوان أنا عبارت فيه أشخاص بالمجتمع بيهتموا بهالموضوع وبيعتبروا أنه من سلامة المجتمع يكون فيك من سلامة الحيوان لأنهن أرواح موجودين معنا مايا أنا أتكلم عن تحكم أتكلم عن تحكم أتكلم عن تحكم على الأنفتر أتكلم عن تحكم سأتكلم عن تحكم ونرى أن نعرف أشخاص بيهتمين لبنان أتكلم عن تحكم أتكلم عن تحكم مشاهدينا أنا برجع بذكركون إذا تحبوا أن تنزلوا مع حيوانتكن على سوق بيروت بنصحكن لأن الإفنت كتير حلو بتقضوا مهدوم تتمشوا شوي بيروت مع حيوانتكن هي مشكل يوم فينا نعملها بلبنان هيدا كان كل شيء اليوم بباتس وقفة ومنرجع من تابع نتبيه العير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر